المؤسسة العمومية التليفزيون الجزائر هذه رأي كانت قبل ساعتين والله هذا البيان وزارة الثقافة تأجيل كل المهرجانات الفنية الكبرى التي كانت مبرمجة هذه الصائفة تأجيل جاء انطلاقا من موقف الجزائر الريادي والثابت الدعم للقضية الفلسطينية اسمع مليحة بس ما اسمع هذوك الداعمين للقضية الفلسطينية وزارة الثقافة التأجيل جاء انسيجاما مع جهود الدولة الجزائرية لنصرة الشعب الفلسطيني تأجيل جاء موازات وسصعد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وزارة الثقافة سيتم تكييف النشاطات الثقافية والفكرية مع الموقف التضامني المناصر للقضية الفلسطينية طبعا يشوفها إنسان وما يعرفش هذه العصابات وخبذها وكذبها يقول لك والله يا إخوة الشعب الجزائري هذا خير من هذا وتع المصاروة وتع المغرب وتعال لرام ديرنا الفن وطبعا أي جزائري يعرف باللي راهم جابوا فلانا وجابوا في هذا الأسابيع قال لي فاتت ومهرجانات ورقص واشطيح لكن كاين بعض الجزائريين ممكن في الخارج ولا مايتباش أو في الداخل حتى ومايتباش يقول لكم الله شوف موقف شعب جزائريا خير من هذو المطبعين الحقيقة ها هو النفاق لأن كاين بعض الأنظمة الإجرامية مطبعة وماشية وفاتحة وشوف بن سلمان وغيره بصح النفاق أسوأ ولذلك الله سبحانه وتعالى ما قالش لما جاء يضع المؤمن والكافر والمنافق قال لك إن المنافقين في الدارك الأسفل من النار أكثر من الكافر أكثر من الكافر أكثر من المشرك أكثر من المشرك أكثر من الملحد أكثر من الملحد علاه لأنه يقلبوه الحق باطل والباطل حقوي ويبدي أشياء عكس ما يبطن يقول حواج عكس حقيقته الحقيقة يا تبون ويا عصابات الجزائر لماذا لماذا وقفت هذه تعقضية الشطيح والرديح هي ما كان لثقافة لول وكان شطيح والرديح ومخدرات وقمور ومعزاو عتروس هذا اللي وش كاين في الثقافة نتاحهم فيما يسموهم الثقافة يعني مشاريع خليد مسعودي يرى دخلها للسجن لكن مشاريعها مستمرة مكاش مشكلة وما قبلها وما بعدها الحقيقة هاي الحقيقة هوا لاش في ورقلا قبل يومين يوم أو يومين داروا حفل موسيقي بمسرح الهواء الطلق بمدينة ورقلا حيث لم يشهد المكان على اتساعه إلا حضور بضعة أشخاص في الصورة بيشتبال لكم ليح ربع أشخاص حاضرين ربع أشخاص مسرح كبير ضخم ربما يرفض الآلاف من الصورة نشوف من الصورة يرفض الآلاف ربع أشخاص ورقلا تؤدي بهم مرة أخرى وتقول لهم ما نرناش فيوق تشطيح ورديح دارت هارم في 2018 وقامت القيامة داروا لهم شطيح ورديح رحوا الناس جاء العسر والمغرب صلاو قالوا لهم شنو هذا شطيح ورديح قامت القيامة وهاي ورقلا تعودها لهم مش تأدبهم ورقلا مخصوصة من كلش مخصوصة من العمل ومن الماء ومن الكهرباء ومن التكيف ومن الأكل ومن كل شي وهي عاصمة البترول أغنى ولاية في البلاد لو كان يُعطى 1% من البترول اللي في ورقلا اللي يخرج من ورقلا وما جوارها للمدينة تولي دبي 1% أو ما يشبه دبي أولا ثانيا أكيد في ورقلا كاي اللي حركتهم حوالهم المؤلمة وكاي اللي حركتهم دماء الطاهرة الغزيرة اللي راي تسيل أنهار لأنها قد يقول لي واحد نترك داخل في النيات نتعى النظام ها خلاس أخو يحبس هذه ما عنيش حجم لها لا غزة هذه ما عندها شهر وجاءت ذركة هذا موسوع الموسيقى ونحبسوها عندها 10 شهور را عندنا الآن كمنا 9 شهور ندخلين في الساعة العاشر هل أقاموا احتفالات ورقص ومدح وجابوا مجرمات ومجرمين وفاجرات وفجار من الخارج وعطاهم ملايير واحدة أعطاوها قالوا لي أكثر من 40 مليار أكثر من 40 مليار أكثر من 2 مليون أورو هل على جلس الثيام هل لو كان غزة هذه عندها سبعين ولا ثلاثة هم اتخذوا هذا القرار الآن آه صح هذا قرار مليح لكن غزة عندها قريب 10 شهر قريب قريب أن تكملنا 9 شهر إذن هاو النفاق هاو الكذب صفعتهم ورقلة وبينتهم بالمهرجانات انتعكم اللي يدرونها هنا كل صيف ربما الناس كانوا يروحوا شوية في الصيف اللي فات ويجوا بعض الأطفال وبعض انساء وبعض الرجال سواء كيف ما كانوا بلا ما نصفوهم والناس كارها وكاين الناس ما ترقودش وكاين الناس من من أغاني تنهق كالحمر لكن كانت ساكتة لكن الآن يقول لهم نعم وشافوا أسرات في المغرب في المغرب داري لهم موازين 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 الشعب المغربي في خالبيته العظمى قطحها اضطروا في المغرب اضطروا في المغرب قال لك رحي أم المالك ماتت نحبسوا موازين هم ثاني رحوا لقاوا حاجة لكن هذي قال ماتت أمه جات حاجة مفاجئة وماتت أمه وقالوا حبسوها لفترة مش عارف لا استمرت ولا بقات لماذا الشعوب ما تقبلش هذا الظل هذا هذا الخيانة هذا هذا النفاق هذا العصابة تدعم عباس الميليشياوي بالدراهم وبتدريب العناصر المخابرات وهم يقتلون الأحرار الفلسطينيين ويسلمونهم لإسرائيل ويقيمون الأمن لإسرائيل ضد الظفة الغربية وضد فلسطين وضد غزة ويقول لك رانا مع فلسطين رك مع الصهاينا مكش مع فلسطين وهذي ما بيكش لأن غزة والدماء غزة دماء غزة عندها تسع شهر ومنذ أن بدأت وانتو ما جايبين الاحتفالات وجايبين ومحايش تقولوها وحويش ناس ما يعرفوهاش وحويش بيكم الخوف من المقاطعة الشاملة وربما غضب شعبي على الحياة المزرية والمرة لعوش الشعب الجزائري زائد أن في وقت يذبح شعب شقيق وأخ لنا تروحوا أنتم تشتحوا وترتحوا ألا لعنة الله على الظالمين